ماتش مبارح وماتش مبارح كان نقدر نقول عليه أن هي كانت ليلة تقلق حسين الشحات وكل لعيدة النادي الأهلي ده عنوان مناسب جدا لمباراة الأمس في أولى مواجهتنا الأفريقية في دوري أبطال إفريقيا أمام سان جورج الإثيوبي هدفين للشحات زي الفل الأول جي من أسست زي الفل هو كمان من إمام عشور والتاني من أسست لا يقل عنهم جمالا من كهرباء وبطبيعة الحال ترجمهم حسين الشحات لأهداف ولا أروع الهدف الثالث كان للعيب أحمد عبدالقادر اللي نزل نقدر نقول كده زي بالتعبير البلدي الداري نزل عفرة الدنيا وعفرة الأجواء وعفرة الماتش وزي ما اتكلمنا كتير قبل كده مع حضراتكم أن الحكاية مش حكاية فوزه بس مش ده اللي مندور عليه دايما كجماهير النادي الأهلي لو حتى الفوز ما اتحققش لا سمح الله لأي سبب من الأسباب نتيجة غياب الروح أو تحامل المسئولية أو التركيز من كل اللاعبين ده بقى للناس بتقف عنده كتير وبتقى متضررة جداً احنا مش بنهتم بالنتيجة بقدر ما بنهتم بحضور روح الفانيلا الحمرة وكانت حضرة وبقوة الحقيقة وشفناها منعكسة في أداء ممتاز من كل اللاعبة وديه الحاجات اللي بتحول النهاية لنهاية سعيدة بفوز مستحق بأداء ممتع بتكتيج دفاعي وهجومي مميز يعني حاجة جميلة جداً حقيقة كمان يعني لازم نقف برضو عند إمام عشور المستوى الحقيقة لافت جداً للأنظار وإن شاء الله يكون إضافة فعلاً عشرة على عشرة في سكواد النادي لأهل الفترة اللي جاي ماتش رائعاً